بالفعل اليوم استئناف لرحلات الطيران بين مصر ودول العالم اليوم ربما نحن الآن على بعد مئة يوم من قرار مصر بوقف رحلات الطيران تحديدا من التاسع عشر من مارس بقرار الحكومة المصرية بوقف رحلات الطيران ضمن الإجراءات الاحترازية أو جملة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية في مواجهة تفاشي فيروس كورونا وضمن الآن الإجراءات الخاصة بالفتحة التدريجي وعودة الحياة إلى طبيعتها كان القرار بإعادة فتحة الطيران مصر للطيران الشركة الوطنية حددت حتى الآن 29 نقطة سيتم إجراء رحلات الطيران ما بين مصر وما بين تلك الدول اليوم تم تسيير 17 رحلة ما بين مصر وعدد من دول العالم وبالفعل كان هناك اليوم مصول لعدد من الرحلات إلى مختلف المطارات المصرية وكان أيضا من بينها رحلتان إلى شرم الشيخ وكذلك أيضا إلى الغردقة بالبحر الأحمر في مقصد من جانب السياح إلى المدن السياحية في مصر وعودت السياحة إلى طبيعتها بشكل خاص خاصة بأن مصر كانت خلال الفترة الماضية بدأت فتح الفنادق في المناطق السياحية وبعدها إلى مختلف المحافظات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية في مختلف تلك الفنادق منذ بداية يونيو وبعد ذلك بنسبة 25% من الإشغال وبعد ذلك 50% هناك إجراءات الاحترازية وهناك عدد من التعليمات هذه التعليمات تصل إلى 40 نقطة أو قواعد استرشادية للسياح عند وصولهم إلى مصر وكذلك أيضا السياحة الوافدة والرحلات تتعلق بأن ربما أبرز هذه النقاط والتعليمات الموجودة من جانب شركة مصر للطيران تتعلق بوجود تحليل بي سي آر للمسافرين خاصة من الدول التي قامت أو تقول منظمة الصحة العالمية أن نبيع تفاشي الفيروس كورونا إضافة إلى العديد من الإجراءات الاحترازية للمسافرين على الرحلات الخاصة بمصر حمد الحمراء وعذرنا المقاطعة أشكر جزيلا الشكر كنت معنا من القاهرة